إلقاء الخطبة ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق والأخلاق الفاضلة لقد أعجبتك خطبة الإمام اليوم يا يوسف أليس كذلك؟ بلى يا أبي أعجبتني جدا طريقة إلقائه للخطبة لقد لفت انتباه جميع المصلين رأيك صائب يا يوسف ولكن قل لي ما الذي أعجبك في إلقاء الخطيب لخطبته اليوم؟ أعجبني يا أبي أن الإمام كان يعتني بالكلمات المهمة ويضغط عليها في كلامه وأيضا كان يقف عن الحديث قليلا بعد الانتهاء من كل جزء من الموضوع لإشعار السامعين بالانتقال إلى جزء جديد أحسنت يا يوسف وهناك بعض الإرشادات الأخرى التي اتبعها الإمام اليوم فقد جعل الوقفات للانتقال إلى موضوع رئيس أطول منها للانتقال إلى نقطة فرعية نعم يا أبي وأيضا لاحظت أن الوقفة في الحديث هي بدل النقطة والفاصلة في الكتابة أحسنت يا يوسف والآن هل عرفت ما هي صفات الخطيب الناجح؟ نعم يا أبي فيجب على الخطيب أن يكون واسع الثقافة ويتسم بالقدرة على التفاعل والفصاحة والبيان وتكون لديه جرأة وثقة ومظهره لائقا جميل يا بني فلتتدرب على إلقاء الخطبة لتصبح خطيبا يستمع إليه الناس ويستفاد منه شكرا لك يا أبي وسأفعل ذلك وأتدرب عليه مع زملائي من الغد تعلمنا اليوم إلقاء الخطبة يجب علينا اتباع بعض الإرشادات لإلقاء الخطبة على السامعين وهي التركيز على الكلمات المهمة والضغط عليها التوقف عن الحديث قليلا بعد الانتهاء من كل جزء من الموضوع لإشعار السامعين بالانتقال إلى جزء جديد لا تكون الوقفات بالطول نفسه فالانتقال إلى موضوع رئيس يتطلب وقفة أطول من الانتقال إلى نقطة فرعية الوقفة في الحديث هي بدل عن النقطة والفاصلة ويجب على الخطيب أن يتسم بسعة الثقافة القدرة على التفاعل الفصاحة والبيان الجرأة والثقة المظهر اللائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر